تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وتنفيذاً لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء أعلنت مملكة البحرين توقيع ستة اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها اتفاقية تختص بالقطاع اللوجستي وتأتي هذه الاتفاقية للإسهام في تحفيز القطاع ليلعب دوراً أكبر في مسيرة البناء والتطور بمملكة البحرين توجه حكومي مدروس وخطط وضعت لتكون خريطة المستقبل الجديد للقطاع اللوجستي الذي ساهم بتحريك عجلة الاقتصاد بشكل دوري ومميز من خلال عدة اتفاقيات عالمية ساعدت في تطوير هذا القطاع وتعزيز الاقتصاد البحريني ما يسهم في الوصول إلى التعافي الاقتصادي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء زار الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار هذه الزيارة تم الإعلان عن توقيع ستة اتفاقيات منها اتفاقية تختص بالقطاع اللوجستي حيث نصت على منح الولايات المتحدة الأمريكية شهدت اعتمادها صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية تعزيزا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي لتقديم خدمات أسرع وبأقل تكلفة مقارنة مع الشحن البحري والجوي منفردا ولم تكن هذه الشراكة اللوجستية الوحيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام إنما سبقها مشروع تنموي متكامل ومترابط يهدف إلى تقديم الخدمات اللوجستية بشكل احترافي وهو منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية والتي ستقدم مركزا إقليميا للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وسيحقق رؤية استراتيجية تتمثل في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية للأصول لصناعات متطورة ومستدامة ركزتها مبادرات مبتكرة ومتقدمة القطاع اللوجستي يعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وتأتي الخطط الواعدة لتطويره إيمانا بأهمية هذا القطاع بخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وزيادة مساهمته في النتاج المحلي اشتركوا في القناة